السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم جميعا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير لكي يتدرب نتمنى للتوفيق وكذلك نتمنى للحد السعيد في هذا الفيديو قدي نتكلم على تقوية العضلات جاني واحد السؤال واحد السيط يسول تقوية العضلات والمفاصيل والأعصاب إلى غير ذلك كان جاني السؤال في ذاك البوست اللي كنت رتب خصوص الأسئلة فأنا مشيتي البلايليست اطلع الفوق بلايليست بلايليست بلا انجلي او اطلقى لست لكتور اتكليك على تبط اطلقى سيلة التدريب على الجري في الحلقة اطلقى واحد الحلقة دي الاعداد البدني هاد الحلقة يعني بالنسبة لك انت بغير تدير واحد السيونس واحدة في الأسبوع تقيلة في الاعداد البدني ممكن تدير حصة واحدة في الأسبوع تقيلة يعني غتدير فيها واحدة ربعة حتى الخمسة دي اللي يموفمو دي الحركات خمسين ماتر تمشي خمسين ماتر بموفمو كترجع فوتينغ مشي خمسين ماتر ترجع فوتينغ او شاني تبدل موفمو تمشي خمسين ماتر اخرى ترجع وفيما بعد اه كترتها واحد طروا مينت ودير واحد ربعة حتى الخمسات السيريات لك انت قعد بعد يقدر تدير لك ثلاثة السيريات كنت متعود شوية ربعة من بعد تقدر تطلع على شارج الخمسة دي السيريات والحصة حصة تقيلة واحدة في الأسبوع بالاضافة للحصاص ديالك الجري لانتك حصاص ديالك الجري مثلا خمسة للحصاص ديالك الجري مثلا وكتزيد حصة وهدف الأسبوع دي الاعداد البدني هذي طريقة من الطرق هنا طريقة اخرى هي انك مثلا ندير لايكوت لايكوت حتى هما داخلين في الاعداد البداني. لابا ندير شي فيديو اخر نتكلم عن لايكوت يعني اللي ما بغيش يدير مثلا الاعداد البداني يعني بالحركة البي بي اس بي بي جيف وهالتيران دي الفوج ولا دي على الرملاء ولا في الغابة فممكن انه يدير لايكوت عوض انه يدير هذا النفض الحصص او ينوع. ما خصوش انه يتحط في المالة لو يتحفل هذه يوجده طريقة كيانا طريقة اخرى هي الميسكلاتيون. الميسكلاتيون الخاصة بلا دي سيبلي اللي قدير يعني مش اي ميسكلاتيون غاددير. غاددير واحد الميسكلاتيون سبيسيفيك. يعني بواحد البرنامج باش انك تزيد البوئيسانس انديرانس دلميسكل حتى هدا واحد طريقة اخرى. فبخصوص ما ساقوله في الفيديو هو كيانا طريقة اخرى كذلك. وانا الناس مثلا اللي عندهم الوقت قليل. ما بغاش يخصص واحد الحصة تقيلة في الاسبوع ديال الاعداد البداني. فممكن في ذيك اللفاظ ديال اللي يشوف ما قبل الحصة مثلا ديال السيريات ولا تفارط ليك ممكن في ذيك الحصة قبل السيريات مثلا في الحالة البقى ممكن انك تدير فيها اعداد البداني. كتسخن واحد شي شوية كتطلع الحرارة الجسم واحد شوية تجري واحد العشر دقائق مثلا. وفيما بعد تبدأ الحركة. كنا قلنا في الحصة اللي يوحدها في الاسبوع كتدير واحد المسافة ديال خمسين متر. اربعين خمسين متر. فممكن ان في ذيك اللفاظ اللي شوف ما قلت. من بعد انك تجري واحد عشر دقائق عباش تسخن شوية. كتدير الحركة ديال بي بي اس بي بي جي. عشرين مترو. كتمشي باب موفمون وترجع وتعود تمشي به وترجع وتاني وتعود تمشي وترجع يعني موفمون اللي اول مثلا. ترتاح واحد اه دو مينوت وتعود على تاني تدير ان دو زيان موفمون. ممكن تدير اه هاد الموفمون تتروفوه تبدأ بتلاتة المرات. ثلاثة المرات. موفمون واحد. وامشي وترجع به. ومن بعد تبدل موفمون. ومن بعد ها وشني تديره للمرات التالية. وتخالي غادي وكتطل على شارج وكتبدل. ممكن استعانة بالانترنت. تبحث في الجوجل. تبحث مثلا حتى في كتوب او تسول العدائين اه اللي عندهم على الحركة البي بي اس بي بي جي او انك تشوف فيديوات على مستوى الانترنت. لكن عندي وقت ده بان زيد نتعمق في المسائين واندر لكم علامة ان شاء الله. فنحاول فقط في الفيديو نجاوب على السؤال نعطيك اه نعطيك كذلك المعلومة. فالأفاظ كما قلت للناس اللي ما عندهمش الوقت وباغي يدير حصة فيها في زف ذي الحويج. فاندون ليشوفمون هتدير ليشوفمون في نفس الوقت هو اعداد بداني. يعني عشرة دقائق من بعد هتدير واحد ثلاثة اربعات لي موفمون اشترين متر وتدسيريات. لا يجعل شي باركة ومن بعد تبدأ الحصة ديالك. اه كل واحد شنو كيدير? كل واحد هو كيفاش الفلسفة دياله دياله ديال التدريب. ممكن اشي تديرو ممكن ديرو طروب فو بارسومين. فكين بزب ديال الطرق ممكن تنوع. فعلى حسب الوقت اللي عندك على حسب كيفاش كتتترب على حسب المدرب اللي انت معاه او انك كتتدرب بوحدك. فكل واحد شنو كيدير كل واحد شنو مسللكو? انا كنت لقيت واحد المدرب يعني الاشوفمون ديالو كيبشي حتل تقريبا. تيقدر يوصل حتى الخمسة ربعين دقائقات. فقط اشوفمون. في اشوفمون في برباراسيون فيزيك في غونفورسومون مسكولير فيه الغيفي نورونال في الغيفي آآ مسكولير فيه الغيناج. تدير في بزاب ديال الحويش. هار لادرتي مع الاشوفمون رات را كتسليم مسالي كتسليم طح طح وتشيف حالك. وبطبيعة خلوة القاضية هذه حتى الناس اللي كي ترينيووا معاه. فاتي يمشيوا معهم بتدريج يعني كي يدير واحد لها دوز في الول يعني تبطيقه ويزيد معهم. يزيد معهم يعني اه الشدة ديال الحصاص. فاااااا نتمنى نكون واضح فالإجابة هذه. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.